نساء صغيرات حكاية من التراث الانجليزي شهدت اميركا حربا اهلية شرسة بين الشمال والجنوب سنة 1860 وذلك نتيجة لالغاء قوانين العبودية في البلاد وهذه قصة اربع اخوات رقيقات كنا عشنا في الجزء الشمالي الشرقي من اميركا في ذلك الوقت قلت لك يا جو تمثال الثلج لا يستهويني لن اجني منه سوى دمار ثوبي امي اين ذهبتي هذه امي الاخت الصغرى وجدتك يا امي خذي هل اتملكين الروح المسرحية؟ انظري يجب ان تتظاهر هكذا بالضربة هذه جو الاخت الثانية مرحة تتصرف كالصبية تماما وهي تطمح في ان تكون كاتبة في المستقبل ما هذا جو حان الوقت يا عزيزتي لان تكوني ممثلة محترفة اما ميك فهي الاخت الكبرى وقورة وتتصرف بعقلانية هذا افضل من الاشتغال بالصوف قرب النار انا افضل ان اكون ممثف عن هذا الكلام كفى شجارا بينكم رجائم فانا لا احتمل ذلك كفى ارجوكم هذه بيس الاخت الثالثة لطيفة وضيبة القلب جدا اليك انتقامي يا شو خذي يا الهي ماذا سيحدث؟ يا الهي لقد دخلت في مازل الرجل العجوز وقد تكسر شيء سهلا ماذا حدث؟ يا الهي معذرة سيدي لماذا احضرت هذا الشيء المشابه للشوكة وفيه بعض الخبز؟ ليتني لم احفر الى هنا وانجزت تسخين الخبز على النار انا ااسف ااسف لماذا الخوف؟ لماذا؟ اظن ان كنا تعرفن حق المعرفة انني احب الهدوء واميل اليه كما انني لا اقرب الناس ولا يقربني احد والفتيات بشكل خاص نعم خذنا ساعيد اليكن هذه وارجو ان لا تقلقن راحتي ثانية مفهوم؟ حقا انما يقال عنه قليل ولكنه لم يتحدث بشأن المزهرية المكسورة اظن ان له عيني جميلتين وحزينتين ايضا لا شك انه يشعر بالوحدة يبدو لي انه كان ينظر الى بيس بشكل دائم هيا فلندخل منزل حقا لقد اعطى الشوكة الى بيس مع انني كنت اقرب اليه منها من الواضح ان بيس ارق وحدة بيننا هيا ندخل سيأتي العيد بعد يومين ولم نتسلم اي تهدية انه امر مزعج حقا ما باليد حيلة فامنا مشغولة يا لظلم هذه الدنيا تخيل فتاة بجمالي ترتدي هذه الثياب دوما ليت عندي بيان جديد فتلك المفاتيح الثلاثة لا زالت عاطلة لا تعمل اظن ان امي على حق فيما تقول يجب ان لا نعرى الهدايا اهتماما بالغا بينما يموت الناس في الحرب نعم هكذا فان امي لا تجد وقت لنفسها ابدا انها مشغولة دوما مع عائلات المحاربين مسكينة امي اذا فكرنا بهذا نجد اننا محبوظات كثيرا فربما يكون والدنا في الجبهة الا اننا نعرف انه ما زال على قيد الحياة وعلى الرغم من محبتهن للهدايا كان عليهن ان يقتنعن باستقبال العيد الجديد بدون اية هدية ومرت الايام ثقيلة على البنات الاربع بسبب تأخر وصول اخبار الوالد من الجبهة ولذلك اخذن يلعبن ويمرحن لكي يبردن عن انفسهن القلق والخوف ترى ما الذي يخبئه المستقبل لهن كيف ارجوكما ستغضب امكما اذا ما تبعتما هذا التصرف وكان لامهن تأثير كبير عليهم وبفضل تربيتها الحميدة نشأن وترعرعن وفيهن العديد من الخصال الحميدة أمي أحمل لكم اخبارا سارة رسالة من ابيكن كيف حال الجميع أخبر التتياج بحبي واشتهاقي الكبير فأنا أفكر بكل ليلة نهار أرجو أن تكونوا بخير واقتربت نهاية هذا اليوم السعيد وأقبلت تباشير صباح الأيد ما هذا؟ هذا كتاب إنه هدية من أمي على الروعة كتاب هدية من أمي وأنا أيضا وكتاب لي وبلولي المفضل وأنا أيضا مع أنها قالت أن العيد لن يحمل لنا أي تهدية هيا بينا نشكرها هيا هيا بينا نشكرها شكرا على هدايا يا أمي شكرا أمي شكرا يا أمي أين هي؟ أين يمكن أن تذهب أمي صباح العيد يا تورا؟ أليست تلك رسالة؟ لقد حدث شيء ما دول شك علمت بمقتل سيد فوميل في جبهة القتل سأعود بعد زيارة العائلة ودعا أوه لقد تذكرت أليست تلك هي عائلة فوميل الفقيرة التي تتحدث عنها أمي دوما؟ يا المساكين أنا حزينة من أجلهم ستتأخر أمي بالتأكيد ولم نعد طعام الإفطار بعد آه هكذا أموت جوعا هيا بنا نجهز الطعام هيا أمي أستطيع أن أرعم التفالين جو مالذي التفالين هو أنت أيضا؟ كفا أوه لا شك أن الخفض أصبح جاهزا حسنا رائع 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 لقد أنجزنا عملا رائعا وبجد ونشاط بالمناسبة أين بيت؟ لست أدري رأيتها تتجاول وبيتها سلة سلة ها انظر إن نبيس تذهب إلى المنزل المجاور تقصدين إلى منزل ذلك العجوز؟ كانت دهشتهن عظيمة لأنهن يعرفن نبيس تماما فهي نادرا ما تتحدث إلى أحد من شدة الخجل وها هي الآن تذهب إلى منزل ذلك العجوز الغريب الطباع منزل جذب أشياء 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 السمتع صباح الخير يا سيد لورنس اليوم هو العيد وجدتك بهدية أرجو أن تقبلها مني جئت لتهنيئتي بالعيد أجل أعرف أنك لا تميل إلى الفتيات ولكني أتيت لأتمنى لك عيدا سعيدا شكرا أيها الفتاة يا عزفة البيان الماهرة عيدا سعيدا عيدا سعيدا تفضل بحض الطعام من أجل هذه المناسبة يا لها من فتاة جريئة ألم تشعري بالخوف؟ لقد كان عقلها مشغولا بالسيد لورنس العجوز وعلى الرغم مما يتظاهر به سيد لورنس من الاعتداد بالنفس إلا أنه كان يشعر بوحدة مريرة ولا غيب أنه كان يسترق السم بينما كانت هي تعزف على البيانو ولكن ما الذي حدا به حتى يتظاهر بكرهه للفتيات؟ أمي لقد حضرت أمي 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 عيدا سعيدا عيدا سعيدا ما هذا الطعام الشهي هيا لنأكل بسرعة أكاد أموت من الجوع يا أمي هيا قبل أن نبدأ الطعام أريد أن أحدثكم ذهبت إلى منزلي فومال اليوم لقد دهشت جدا لما رأيت رأيت طفلهم الرضيع يتدور جوعا هو وإخوته الصغار لم يتذوقوا الطعام منذ ثلاثة أيام كانوا يرتعشون من البرد أمام المدفأة ومعادتهم خاوية هذا إلى جانب وفاة ألدهم ما رأيكم يا عزيزتي أن نقدم لهن طعام الإفطار كما أنا سعيدة لعودتك قبل أن نبدأ بأكل الطعام يا أمي هل لا نحمل لهم الطعام بأنفسنا أنا سأحمل لهم الكعك ستغتالين بالكعك أليس كذلك هيا بنا فلنسرع ستغتالين بالكعك أليس كذلك ستغتالين بالكعك أليس كذلك ستغتالين بالكعك أليس كذلك يجب أن تتماثل للشفاء من أجل أطفالك شكرا لك سأعود إليك ثانية لعرف كيف أشكرك أشكرك جدا من كل قلبي والسلامة 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 نعم إنهن طيبات القلب فعلا كانت هناك لحظات سعيدة أخرى ستعيشها الفتيات في تلك الليلة وذلك أثناء تقديم الهدايا للأم ما الذي تفعله أمي في غرفة الطعام بي صباتا يا أمي انتظروا لحظة أنها قادمة حسنا سأفتح الباب هيا هيا أمي عيدا سعيدا يا أمي تفضلي هدايا العيد إنها على المائدة هدايا العيد اشتريناها بما اتدخرناه لك أرجو أن تروق لك يا أمي الحبيبة فهلا يا أمي هلا عرفت ما بها يا أمي سأفعل ذلك هدية ميغ لأمها زوجان من القفاز هدية جو خف دافئ هدية بيس من ديلان مزر كشان أما هدية أمي فهي عطر طيب رائحة هيدا سعيدا هيدا سعيدا شكرا يا حبيباتي إنها هدايا رائعة جدا هيدا سعيدا كما أنتم ظريفات والآن جاء دوري بتقديم الهدايا إنها بانتظار كنا في غرفة الطعام هدية لنا هاا رائعة رائعة الطعام من أحضر هذا الطعام يا تراه أجل من أين أتي يا أمي أرى بعض الكعك تفضل بالدخول يا سيدي تفضل هذه الوليمة هدية من السيد لورنس يا صغيراتي أكاد لا أصدق لا يمكن أن أصدق أي لماذا دستي على قدمي لماذا تصرفك هذا غير لائق ههههه أههه شكرا لك يا سيد لورنس نحن نقدر هديتك هذه كثيرا لا داعي للشكر أنسيت هديتك لي هذا الصباح لقد مرت سنوات عديدة على آخر مرة تلقيت فيها هديا كما أن أسرةك كنا قدمت الطعام إلى أسرة فوميل وقد تأثرت بذلك كثيرا نعم سيكون عيدا رائعا مرحبا بك مرحبا أنا أحب الكارك حافظي على الكاركة هذه المرة يا بيز جيني نعتوش به جيني تماما وبعد انتهاء الطعام عزفت بيز على ليبيانو نزولا عند رغبة السيد لورانس شكرا أيتها السيدة الجميلة كان عزفك رائعا وشرح السيد العجوز سبب اعتزاله الناس ومقاطعته للفتيات الصغيرات كلما نظرت إليك تذكرت ابنتي المتوفية جيني كانت جيني ظريفة جدا وعازفة بيانو ماهرة لذا أحببتك مثلها يا عزيزتي لذا قلت إنك لا تحب الفتيات لأنهن يذكرنك بيها لقد أقفلت البيانو كما أقفلت قلبي منذ وفاتها لقد أغلقت على نفسي وعلى ذكرياتي معها كانت تملأ حياتي سعادة ودفءا أدرك حقيقة مشاعرك لكني فتحت قلبي من جديد هذا اليوم وهذا بسبب حب كنا الدافئ ما رأيك أن أقدم لك بيانو ابنتي كهدية مني إليك إنه جيد جدا ها نعم ماذا البيانو الكبير نعم لقد لاحظت أنك تعانين من هذا البيانو القديم ها هل تقبلينه شكرا جزيلا يا سيد لورنس والآن لما لا تعزفين على هذا البيانو القديم لحنا الوداع الأخير ما رأيك؟ هل انضمت إلينا يا سيد لورنس؟ سننغني لحنا مشتركا تعلمت الفتيات الشيء الكثير في هذا العيد تعلمنا أن السعادة لا يمكن أن تتم بدون محبة الآخرين تعلمنا كيف يعطفنا على الفقراء والمحتاجين وتعلمنا أيضا كيف يكون البذل والعطاء وكان لكل ذلك تأثير طيب على مستقبل حياتهم فقد عشنا فيما بعد فرحات منشرحات أما السيد لورنس فقد خرج من عزلته منذ ذلك الحين وعاش وسط الناس سعيدا اشتركوا في القناة